مجموعة الدولية كان مجموعة فرصة من أجل الإنسان وإنما تعرفت أن أصدقائنا لدينا مجموعة الإنسان أمانيا وإنما أقرأت فلنطلق وإنما أنني أتكلم وإنما تترك وإنما تترك كنت أجل من مياه من خطوة في الأساس ومعرفة كانت مهنة تغييس الفلسفة في برنسا وعندما تتبع هذا البطيب بأنه هو الفتاة وغسطت معني الإنسان عن كيف الفلسفة العمالي مأساة كبيرة للغاندرا المنزي وفلسفة والغاند، قالت لهم مأساة كبيرة لاحظة بأنه استقر كل أمدنة التي تتمنى الواقع في هذه مجرسة التقطير في العالم في الحرب العالمية أولا أو التالية مجموعة من المسائل التي استدعت إلى أن نفكر مالياً في أمر هذا الإنسان الذي يحتكم على وجهين وجه يعني أبو الخير ووجه كذلك على الشر وهو مضقيقة أيها أفضل طاغية قالت لهم هل هو إنسان الخير المتضاقين جانب الملائي الملائيين فيه أم جانب اليد الشر نحن نقول للملائي دائماً الإنسان بإحفاد أخي الإنسان ويغبير له من الملائيين ورميلايين هذه أطفال لبناطق الموجودية هذا ليس بسيطة متوادن في مصلة سري جداً كمدعين في مدار مجلس جداً نقلل لنا بمسيطة ويغبير له من الملائيين أيضاً قمنا باكتلاء خمسة كتب من الكتاب شكراً 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 يلتقي بجنة في الأرض ويجتم رائحة الوطن في التراب فليقرأ بمعاب التاني هو ليبي ومن أراد أن يتخلل بالأعال ويصنر خصمه خرجبان فليقرأهم على فؤلاء سمعه ومن حفل نفسه أن يضحك كطفل من الدهشة والاكتشاف ويأتيه المعنى وهو متكب على صدرة الحب والجمال فليلقى لها نعم الفقير ومن أراد أن يلتح السؤال ويلحق بالحقيقة في كل مكان فليلقى لمحمد آدم يتمنى وشكرا أقترب أولاً على دارة الشيخ أن تصدر مجلة فهي لها جمهور مطارد ولها قاعدة يمكن أن تضمن آيات المجلة لمدة طويلة أولاً مجلة تُعنى بالشيخ والشرارة تصدرها دارة الشيخ وتحميها في سماء الإبداع صلاة ومتقاه هذا أولاً ثانياً أقترح على مجموعة المشهر الشباب أن يطبعوا ديواناً مشتركاً وسأكون سعيداً بالإشراف على جمع هذا الديوان وتبويبه وكتابة مقدمة له ومتابعة طبعيه على أن يكون تكلفته بشكل مشتركين وتستكونوا برهمات قليلة لن تصدقوا إن إذا قلت لكم أن طبع ديواناً من سبعين صفحة أو مئة صفحة لا يتكلفه أكثر من سد الدلالة أنا أدوان لكم هذا الرغم هذه أقوله سد الدلالة من النسخة أو خمسة دلالة هذا من جهة من جهة أخرى الأساليب الشعرية التي استمعنا إليها أساليب متنوعة ومواضيع متنوعة ورؤى مختلفة وحساسيات مختلفة الآن في عدد الأمسية حضرة أجيال شعرية ورؤى شعرية مختلفة نتمنى من الله عز وجل القادر العزيز أن نلقاكم في لحظة أخرى وأن نلقى هؤلاء الشباب قد طوروا جربتهم وذهبوا بها إلى الأبعاد الأبعاد دائماً أقول إن تالوت السحري لكتابة الشعرية يكون هم الكلمات الثلاثة القراءة الكتابة والحلم أردنا عن أستاذ الشعر والنقرة لأمسية سيدة رشيد أفول منسبة لإنشاء مجلة كما تفضلت وتحتري أي شبكة صدر ثقافية فلو كانت هناك إرادة لإنشاء هذه المجلة لكانت بسم صدر ثقافية وصلنا للمعاني رقم واحد رقم اثنين كنا نفكر فعل بشكل جديد في طباحة ديوان للشعر الشباب تحتري أيضاً شعر مريدي وهي التي تستكلفه بطباعتين في دينا فينسع لنا التواجد داخل لجنة الكراءة شكراً لكم اشتركوا في القناة